السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناة عيد أكاديمي ومعاكم محمد عيد أخ الصائق ومستشار للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية الفيديو ده إن شاء الله هدية للناس بالأخص اللي شغالين في التسويق الرقمي للعيادات أو شغالين في كتابة المحتوى للعيادات الطبية أو المراكز الطبية لأن في كتير من الأحيان بيحتاجوا مثلا هما ينزلوا بوستات على إنستجرام أو على فيسبوك فبتبقى الأفكار مقفولة شوية أو بيحتاج أنه يقعد يدور على الإنترنت بحيث يجمع المعلومات ويجمع أفكار بحيث ينزل معلومات مفيدة أو بوستات مفيدة للناس في مجال اللي هو المجال الطب اللي هو شغال فيه إن شاء الله في الفيديو ده أنا جايب لكم أداة أنا عملتها على شات جي بي تي مخصصة لكتابة المحتوى الطبي إن شاء الله بس أنتوا تابعوا معايا الخطوات خطوة بخطوة الأداة ديات هتديك أنا هتطلب منك شوية معلومات في الأول وهتديك ثلاث منشورات مختلفة بثلاث مواضيع مختلفة تقدر أن تأخذهم وتنشرهم بسهولة على إنستجرام وعلى فيسبوك بس المهم إن فيه شوية تركات وفيه شوية حاجات في الشرح أنا هورها لكم إن شاء الله فحاولوا تتابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا وتطلعوا بأحسن نتيجة من هذه الأداة ويلا بينا نروح ونشوف الخطوات خطوة بخطوة طيب لو رحنا على موقع شات جي بي تي اللي هو شات جي بي تي توت كوم زي ما أنتوا شايفين اللي مكتوب اللينك بتاعه فوق وعملت تسجيل دخول على الموقع أو لو أنت مثلا ما عندكش حساب وأنشأت حساب على الموقع بسهولة جدا عن طريق تعمل بس حط الإيميل وتحط الباسور بتنشئ حساب هو غالبا دلوقتي مفتوح في الدول العربية كلها وأنا دلوقتي بستخدم الحساب المجاني مش المدفوع ولا أي حاجة يعني الأداة دي بيستخدمها مجانة مية في المية فحالروحنا على الشمال لو روحنا على كلمة وضغط عليها حنيجي هنا في السيرش يعني فيه طريقتين حنوصل بهم للأداة ديت أول حاجة عن طريق السيرش هنا حكتب هنا ميديكال كاتب زي ما أنتوا شايفين لأنا كتبتها دي كده أول نتيجة هتظهر لي ميديكال كاتب اللي هو محمد عيد لو أنا يعني لو ضغطت عليها كده هتظهر لك الصفحة الأولى بتاعة الأداة زي ما أنتوا شايفين لو ضغطت علي ستارت شات هنبدأ ان احنا نبدأ نخش ونعمل الشات ونبدأ ان احنا ناخد النتيجة بتاعتنا وناخد المنشورات والكلام ده كله وممكن لو جيت انت عاوست تخلها بعد كده مرة تانية بسهولة هنضغط هنا كده فوق وهنضغط على keep inside bar فحتتثبت معاك في الجزء اللي على الشمال الطريقة التانية عشان نوصل للأداة ديت اللي اسمها ميديكال كاتب ان انت هتروح على الرابط بتاعها وحطه لكم في الوصف بتاع الفيديو او في اول تعليق لو بتشوفوه على الفيسبوك هتضغط على الرابط الخاص بيها هيوديك على نفس الصفحة ديت كل اللي هنعمله بعد كده ان احنا نضغط هنا على start chat وهقول له واخده معايا الخطوات ديت طبعا هنا بقول لك هل لديك اي تفضيلات خاصة من هو الجمهور المستهدف ما هو الموضوع الذي ترغب في تغطيته هل تود محتوى لمنشور نص ام نص لفيديو يعني منشور نصي او اسكريبت لفيديو انت عاوز تعمله مسلا نشورته ولا حاجة فاول حاجة انا هعملها اقول له اريد بالعربي بس اريد محتوى نصي لانستجرام طبعا دي مش معلومة كافية بس انا هكتب كده اي كالبداية في الاول زي ما انتم شايفين بقى النتيجة اللي طلعت بيقول لك اكتب لي اقول لي ايه هو الموضوع او المجال الطب اللي انت عاوز تكتب فيه وايه هو جمهورك المستهدف وايه هو الاسلوب المفضل واي تفاصيل اضافية عاوز تقولها لي فكل ما تقدمني تفاصيل اكتر لما قدمت لي تفاصيل اكتر كان بامكاني تزويدك ومحتوى اكتر تخصيصة نفعلية فانا هتديره ايه المعلومات ديت هقول له مسلا انا اا دكتور متخصص مسلا في اا الانف والازن والحنجرة مسلا الانف والازن والحنجرة تمام اا وبستهدف الجمهور المصري رجال والنساء اوليد منك الكتابة باللغة العامية المصرية باسلوب اا ادرج حاول اا ادرج معلومات طبية مفصلة باسلوب شيع وسهل للقارئ وحنضغط انتر ونشوف زي ما انتو شايفين ادي اهو خلص واداك تلات منشورات مختلفة هنا مش هالف مشاكل السامة عند الكبار ودي محتوى البوست اهو كمان مع الهاشتاج والا والاموجز يعني ما شاء الله انا شايفه شغل جميل جدا ودي المنشور التاني مثلا بيقول لك التهاب الجيوب الانفية والاسباب والعلاج تمام والمنشور التالت اهو انت لو قررت الكلام دوت وحسيت مثلا ان انت محتاج تطوير عليه وده لانا بقعني ايه بفضله ان انا ما اخدش النتيجة الاولى واعتمد عليها لانا اقول له اديني نتيجة احسن من كده انا بالنسبة لي المرة دي هقول له انعاوز تفاصيل اكتر للمنشورات دي اريد منك كتابة ما نشور تفاصيل اكتر زي ما انتو شايفين وهو كتب او اعمل اعادة كتابة لنفس الموضوعات اللي اتكلم فيها ودي اسلوب اني حط تفاصيل اكتر وانا شايف ان هي احسن من اللي فاتته في الاخر بقول لك هل دي التفاصيل اللي انت كنت محتاجة تعالوا بداية بيتكلمني اه باللهجة العمية المصرية زي ما انا طلبت منه في الاول وبتكلم معي بالاسلوب دوت يعني هل دي التفاصيل انت كنت محتاجها لو في اي دفعات او تعديلات انا جاهز اعديلك اللي تحتاجه لا يا عم انا شايف ان الكلام ده جميل يعني شوفوه لو راجعنا دلوقتي بقى بس لو قررتوا الكلام الموجود هتلاقي ان في اه تفاصيل احسن من الاول وبطريقة هتحس انها فعلا بسيطة وسهلة جدا للشخص اللي بيقرأ المنشور دوت وزي ما قلت لكم منضاف حتى الاموجة عشان تديله اجازبية شوية ومحتاج منضاف هنا الهاشتاجات الخاصة بيه بحس انها تزود الانتشار او الوصول لمنشورات دوت زي ما انتم شايفين النتيجة الصراحة انا شايف النتيجة طلعت كويسة جدا طبعا كل واحد زي ما قلت لكم ممكن يعني يختار حسب التخصص اللي هو عاوزه وهنا برضو بنبه على حاجة مهمة جدا ان الشات او الجي بي تي دوت ده مخصص للكتابة الطبية فما تحاولش ان انت تستخدمه لأي حاجة تانية ان هو مبرمج وانا منديله الانستراكشنز بتاحته والتوجيهات والستيبس على اساس ان هو يكتب محتوى طبي منصق ومنظم بطريقة انها تطلع جذابة وتطلع سهلة وبسيطة حاجة تانية مهمة ان زي ما قلت لكم يعني الجي بي تي دوت محتوى مخصص لاما كتابة محتوى نصي او كتابة سكريبتات خاصة بالفيديوهات القصيرة فدلوقتي انا هجرب ان هو يحول لي المنشورات اللي هو عملها دي يحولها لي لسكريبت مخصص للفيديو تعالوا نشوف اللي هيحصل دلوقتي فاني حاجة هنا كده بقول له ااا حول لي هديه المنشورات الى سكريبت فيديو تعالوا بقى نشوف النتيجة بقول لك ساحول لك هذه المنشورات الى سكريبت فيديو كلام كده كتير بس اهم حاجة بقول لك ايه بحيث يكون الفيديو قصير واجذاب مع الحفاظ على التفاصيل المهمة ادي المنشور الاول اللي هو مشاكل السمع عند الكبار شوف بقى عمل لك ايه بقول لك المشهد الاول يا سيدي اعمل افتتاحية مع موسيقى خفيفة ايه حتى بيوريك ازاي تعمل او ايه المشاهد اللي هتظهر في الفيديو فبقول لك المشهد الاول افتتاحية مع موسيقى خفيفة والكاميرا توزير شخص بيحاول ليسمع التلفزيون وبيرفع الصوت كتير ومع ذلك مش قادر يسمع بوضوح معين بقول لك بقى دخل تعليق صوتي واحد بحيخش بقى بتعليق صوتي بتحس ان الصوت بقى واطي الناس بتتكلم وانت مش سمعهم كويس شوف يا جماعة ما تدينا لقي الكلام يعني حتى باللهجة المصرية زي ما انا طلبت منه معين بيقول لك بقى ايه هتخش بقى بالمشهد التاني الكاميرا تقرب على الشخص وبيحاول ليسمع حد بيتكلم معاه وبعد كده التعليق الصوتي لو بدأت تلاحظ انك مش سامع زي الاول ممكن تكون دي بداية لمشكلة في السامع الى اخره بيديك المشاهد بتاعة الفيديو مشهد مشهد آآ والتعليق الصوتي على كل مشهد فيه وده مسلا كان سكريبت المنشور الاول وادسكريبت المنشور التاني اللي حاوله لنا السكريبت الفيديو وادسكريبت المنشور التالت عاملك المشاهد والتعليقات مش هايلك خطوة بخطوة ايه رأيكم في النتيجة يا جماعة سواء المنشورات النصية او سواء ايه السكريبت الخاص بالفيديو القصير اللي انت هتعمله وتنشره على انستجرام انا شايف الصراحة النتيجة جميلة جدا اه اتبقى معي بقى نصيحة اخيرة الشات اللي انت عملته دوت اللي هو كان مخصص ليه اه دكتور انفو ازنو حنجرة لو عاوز تعمل بعد كده منشورات اخرى افضل انا افضل انك ترجع لنفس الشات دوت عشان هو هيبقى عارف هو كتب لك مواضيع ايه قبل كده فيبدأ ان هو يكتب لك مواضيع مختلفة فلو عاوز تكتب مواضيع مختلفة او عاوز تضيف بعد كده ان هو اداك تلات امثلة فانت عاوز دلوقتي بقى ايه خلاص اني نشرتهم ومحتاج منشورات تانية فحترجع لنفس الشات فحنعمل ايه تعالى وريكم هنيجي هنا على الجزء ده كده وحضغط هنا على الشات اللي انا كنت فيه وحضغط على رينيم وحسميه مثلا انف و ازن و حنجرة مثلا يعني انا هكتب الوقتي انف و ازن ماشي وحضغط انتر حلو فانا قفلت الكمبيوتر وخلاص ومشيت وعاوز بقى ارجع تاني واخد منشورات تانية فحرجع وحروح على نفس الشات دوت لو انا هكتب في نفس التخصص وحقول له ايه اكتب لي ثلاث منشورات بس يخدوا بقى لازم اوضح انها نصية ثلاث منشورات نصية اخرى اهو ماشي وحضغط انتر وشوف اللي هيحصل طيب هو دلوقتي خلص وزي ما انتم شايفين اه كتاب لي ثلاث منشورات اخرى وانا عندي هنا كزا ملاحظة الملاحظة الاولى طبعا هو لو انت في نفس الشات ما عملتش ما فتحتش صفحة جديدة خالص كتبت فيها اه وطلبت لك منشورات فلو انت في نفس الشات هو بيفهم اللي انت طلبته في بداية الشات في الاول خالص بيفهم انت عاوز ايه وبيفهم الاسلوب اللي عجبك وبيبدأ ان هو ينفذ لك نفس الاسلوب دوت فيه المنشورات الجديدة فلو تلاحظوا في المنشورات الاولانية هو كان بيكتب مش عارف هنا الاسباب وبيكتب هنا الحلول فالمنشورات الجديدة ماشي على نفس الاسلوب وكتب لي ايه الاسباب وكتب لي هنا ايه الحلول حتى تلاقوها ثابتة تقريبا في كل المنشورات فلو انت في نفس الشاد زي ما قدت لكه هتلاقيه ماشي على نفس النمط بتاعه انت اللي عاوزه يغير طريقة الاسلوب اكتبه واطلب منه مسلا وريدك الكتابة باسلوب مختلف تمام فيبدأ ان هو يغير الاسلوب اللي هو بيكتب به دوت فدي بس عن ايه الحتة اللي حابت انبه لها انه هتلاقيه ماشي باسلوب معين فانت لو مش عاجبك او محتاج تغير ممكن تطلب منه عادي جدا ان هو يغيرلك في الاسلوب بتاعه هنا انا اوصل لنهاية الفيديو اتمنى تكون ان شاء الله النهاردة الشرح عجبكم مش عاوز اطول اكتر من كده عشان فيه معلومات ممكن نضيفها زيادة بس انا هستنى لو حد فيكم عنده اي استفسار ولما يجرب ان شاء الله يكتب لي التجربة بتاحته واي النتيجة اللي طلعت له مبسوط منها ولا ايه اللي حصل بالزبط فجربوا واكتبوا لي في التعليقات ولو عندكم اي استفسار او سؤال اكتبوا لي في التعلقات في التعليقات ولو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط اشترك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد من قناة عيد اكاديمي وكان معاكم محمد عيد نشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته